الحروب لا تخلف قتلى وجرحى وأرامل وأيتاما فحسب هناك أيضا من يحتاجون أشكالا مختلفة من الرعاية وهناك من تكتظ بهم المستشفيات أو تضيق الحياة بهموم رافقتهم طويلا بالمقابل هناك جهات إنسانية تدفعها حاستها السادسة للتحرك دوما لإنقاذ المنكوبين منظمة اليونسيف وبعض المبادرات على سبيل المثال نفذت برنامج المساعدات النقدية الإنسانية في صنعاء وعدد من المدن والمناطق يتحرك شريان الحياة نحو المتضررين والمحتاجين مصحوبا بسيارات محملة بمواد غذائية إلى المنازل وصرف مساعدات نقدية بعد شهور عصيبة من الفاقة يوم مفعم بالأمل لمئات المتضررين والمحتاجين لكنه لم يمر دون منغصات فقد اشتكى مسؤول إغاثة محلية من بطء الإجراءات كما لم تغب الشكاوي من تدخل سلطة الميليشيا المسيطرة على المدن وابتزاز سكان مقابل تسليمهم المساعدات لا سيما في الحديدة وعمران وصنعاء أما تعز فنصيبها من المساعدات حتى الآن لا يبدو من طمئينا حيث لا تزال المدينة المحاصرة تستغيث وتشكو غياب المنظمات الدولية الإنسانية إلا من حضور المبادرات المحلية والتي لا تكفي لسد حاجة الآلاف من المحاصرين وتطلق الأمم المتحدة كل مرة تحذيرات من تداعيات الصراع على الوضع الإنساني في هذا البلد لافتة إلى أن أكثر من عشرين مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وفي هذا الإطار قال منسق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جيمي ماكل غريدريك إن المنظمة الدولية تحتزم تقديم مساعدات منقذة لأكثر من 13 مليون مواطن يمني خلال العام الجاري ترجمة نانسي قنقر